تقول أنا عندما أبتدأ في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وأقرأ الدعاء لاستفتاح وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ الفاتحة وتسأل أيضا هل إذا قرأت سورة التوبة في الصلاة من آخرين هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم بسم الله الرحمن الرحيم أختي تهاني من السعودية بارك الله فيك أولا ما ذكرتي من صفة صلاتك نعم هذا هو الصحيح فأنت تكبيرين تقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام بها يدخل الإنسان الصلاة بعدين تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين تقرأين الفاتحة هذا الترتيب سليم بالنسبة للاستعاذة أختي الفاضلة الاستعاذة هو عفوا البسملة نعم قلت الاستعاذة والبسملة إذا بدأت من منتصف الصورة أو من آخر الصورة تستعيذين فقط ما تبسملين هذا إذا كنت خارج الصلاة أما إذا كنت في الصلاة يكفي الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح ما تكررين الاستعاذة وأما إذا كنت بدأت من أول الصورة نعم تأتين بالبسملة ما عدا صورة التوبة فإنك تستعيذين في بدايتها بارك الله فيك وتقبل الله منك اشتركوا في القناة